اشتركوا في القناة استخدم كود الخصم تبعي وجيه وطلب من عندهم ومش حتندم التفاصيل والرابط موجودين في صندوق الوصف احب اذكركم برضو بقناتي الثانية الخاصة بالالعاب راح تلقوها برضو اسفل الفيديو غير كذا اربط حزامك عزيزي الوجيه ويلا بينا على المراجعة اول حاجة جيبولي الكاتب الكاتب انا ابغى الكاتب الكاتب يجيني هنا نتفلكس جيبولي الكاتب اللي كتب المسلسل هذا ابغى في كلمة ترى ابغى تكلم معه ابغى اخذ وعطي معاه اباشوفه ايش هو انسان طبيعي ولا عنده افكار ومختل ولا ايش تجوب ضغطي وترفع مشاعري وتبعثرة دمعي هدر ضحكي ندر عمري وضيعت لا بس حلو مسلسلك حلو وممتع واستمتعت فيه بالرغم من كآبته وتعاسته وسوداويته يا لئيم انت يا لئيم طيف يا جماعة واخيرا نتفلكس وبعد فترة طويلة بالنسبة لي طبعا من زمان ما شفت مسلسلات حلوة جنبية في منصة نتفلكس انا من ايام دارك ترى من بعد دارك ما عدت شفت مسلسلات الجنبية مرفوعة على نتفلكس الا هذا المسلسل الكوري الجميل لصراعه بالله كثرون المسلسلات من هذه النتفلكس انا زبطونا كالمسلسلات حلوة خفيفة ضريفة تخلصها في جلسة واحدة احا بعد اللحف تجي مع ان مسلسلات نتفلكس غالبا تتفوق في قسم المسلسلات الجنبية لا كاسة من اسبانيا صح انهم حلبوا ابو 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 ام ام البقرة تبعوا لكن يعني مسلسل اشتهروا انعرفت سمعت وبدأ بداية كويسة وبرضو زي ما قلت لكم مسلسل دارك الالماني اللي كان من ارواع ومن اعظم المسلسلات اللي تابعتها في حياتي والحين سكويت جيم او لعبة الحبار مضيء من كوريا كمان يا ساتر ترى الكوريين دق لهم تحية الكوريين يا جماعة عندهم عقول رائع جدا يمكن البعض منكم لاحظ ان المسلسل هذا مزيج ما بين تكره الحياة ويبغوا ينتحروا ويدخلوا يلعب والعاب معينة دموية وعنيفة علشان ينجوا بحياتهم ويدركوا قيمة الحياة هنقر جيم عن فئة من البشر اللي يجمعوهم داخل جزيرة علشان يلعبون الععاب خاصة بالبقاء والسوربايفل في المسلسل هذا الكاتب جاب لك خليط ما بين الاثنين جاب لك شوية من هنا وشوية من هنا وحط لك لمسة الخاصة اللي خلته بيرفكت مش بيرفكت كوي ممتاز جاب لك ناس ما عندها شي تخسره اللي غرقام بديونه واللي هارب من جرائمه واللي يسعى لحياة أفضل واللي الفقر أثقل كاهل ودمره وفكرة انك تخلي الناس تلعب ألعاب مقابل فلوس ترى ماهو شي جديد لكن ايش هي الألعاب وكيف ممكن تنهي هذه الألعاب واش هي البيئة اللي تلعب فيها هذه الألعاب هنا الكاتب أبدع وقام يتفلت ويسوي أشياء تفضغ تشويق ولقمنا إثارة وبلعنا أكشن وتفرجنا نكت وتنكدنا وانجيت للألعاب ألعاب سهلة ألعاب سهلة ماهي صعبة أدفه ألعاب بسيطة يلعبوها الأطفال كمان مجرد ألعاب تخمين وركض وقفز ومدري وشو وهنا تكمن الوساخة واللآمة كيف تحول اللعبة البسيطة واللي مرتبطة بذكريات الطفولة والأيام الجميلة والسعيدة إلى كابوس تعيس ومميت ويجيب ألهم لا وبرضاك اركز ترى برضاك انت اللي تروح وموافق ومبسوط انت ومقتنع وانجينة للبيئة واللي هي الكابوس الأكبر يعني تعرف لما تدخل تلعب لعبة وانت عارف انها لعبة دموية عادة بتشوف الديكوريشن كده على شكل جدران عادية سوداء غامقة أو ديكور عادي طبيعي لكن هناك كاتب شان كده قاعد تقول لا ايه لا ايه تولك غرف ضيقة وصغيرة وجمع لك اللعبين فيها وحط لك ورقة الجدران على انه كده ماكن شاسعة ووسيعة حس انك كده في مكان وسيع وانت لا انت مقيد ومسجون وماكن تبن ووضع كله شوية وراك حائط وانجيت للألوان يو يا الألوان يو يا الألوان يا أخوان شوف اللون الوردي تقول واو شوف الأزرق المريح للعين تقول أمه مين شوف الأصفر وتقول ياه يا نيس ولكن الألوان اللطيفة ماهي في مكانها الصحيح ماهي في مكانها الصحيح أبدا وهنا المصيبة انك تخلي الألوان الحلوة والمريحة دي في مكان سيء زي كده يفقدر الكاتب انه يلوث لطافة الأزرق ونعومة الوردي وبهاء الأصفر ويربطها بهذا العالم الكئيب والتعيز وترى من أكثر الأشياء المرعبة في ذي الحياة انك تدخل مكان مرة يخوف ولكن ألوانه لطيفة مخاكينة مداري احنا في مكان حلو ولا سيء ايش الهرجة أخاف ولا ما أخاف انخرش ولا انبسط يلعب في نفسيتها خلص الكاتب كذا لا باقي اختار الكاتب أبسط الألعاب زي ما قلت لكم ألعاب مافي أبسط منها لو لعبتها في الواقع ولكن في هذا المكان دي خسرت فبتروح تجري عند أمك يا ماما خسرت في الملعب ما قال لوني ألعب معاهم طلعت وانا حزين لا حتموت يا تعيش يا تموت مافي حل ثاني مافي يا ماما الخسارة في هذا المكان رح تكلفك حياتك بالرغم من أنه اللعبة بسيطة تقريبا خلص الكاتب لسه بعد كذا الموسيقى الموسيقى يا جماعة العادة لما تسمع موسيقى البيتهوفن ولا الجاك أوفن باق غالبا تسمعها انت في مطعم راقي ولا تسمعها في مشهد شاعري وغنائي ورومانسي لطيف كذا موسيقى تسمعها تحت المطر وقت الغروب لما تكون تغازل حبيبتك آخر الليل في المصعد وانت طالع الدور مية موسيقى من كثر ما هي لطيفة تحس انها ما تصلح إلا في أوقات لطيفة وسعيدة يجيك الكاتب هنا يقول لك لا ليش أنا أخلي الموسيقى هنا تعبر عن السعادة تعال جيب لي المعزوفات الحلوة ذي العالمية المشهورة ووظفها لي في هذا الفيلم بشكل سيء مش بشكل سيء عفوا بشكل تعيس بشكل يتماشى مع أحداث القصة بشكل يلعب في نفسيات المشتركين واللعبين الغلابين اللي في ذي اللعب تبغى تصحى على منبه لا تبغى تصحى على كاسة مويا قديمة وين احنا في السجن تبغى تصحى على كشافات مليون واط وين احنا في معتقل قوانتنامو لا أنا أخليك تصحى على أجمل أنواع الموسيقى والمعزوفات ولما تصحى مخك يتوقع أنه إيش كنت في حلم والموسيقى هذه بتصحيك أمك بعد شوية وبعدها تتفاجأ أنه لا أنت في المكان بتعيس المعفن والموسيقى اللي مرتبطة بالسعادة هنا راح ترتبط بأتعس الذكريات مستقبلا ألا لو بقيت عايش للمانا يا جماعة المسلسل شدني بفكرة من البداية أي نعم زي ما قلت لكم ما هي جديدة فكرة مئة بالمئة وإنما مزيج لكثير من الأفكار في الأفلام القديمة والجديدة بطريقة عصرية ومبتكرة يعني جاب لك فكرة من هنا وفكرة من هنا خبطهم في بعض وأضاف عليها شوية لمسات إبداعية طلع لك بحاجة أممي تحية للكورين تحية يا أخوان للكورين وعلشان نكون منصفين يا جماعة صح أن المسلسل ما هو مئة بالمئة ممتاز من ناحية الكتابة في فجوات في فرص تحسين كثيرة ولكن للأمان فوق على كثير من المسلسلات اللي نزلت في السنتين الماضية مسلسل متماسك مشي على رتم حلو وخلاني أتحمس لكل حلقة ما أخفيكم شغلت الحلقة الأولى بعد ما كلموا للمتابعين يا وجيه يا وجيه تابعوا 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 شغلت الحلقة الأولى بوم خلصت المسلسل كيه؟ أهلا مش عارف ويمكن كمان من أكثر الأشياء اللي حبتها في المسلسل هو السينما تقرفي السينما تقرفي يا جماعة على بشاعة المكان وغرابتها إلا إنه كان فيه سينما تقرفي جدا مميزة وزوايا تصوير حلوة للمشاهد وللحوارات ولي كل حدث مهم تقريبا في هذا المسلسل فيه هندسة بصرية لما تشوف الكادر تشوف كل شي كده بيرفكت ومثالي بطريقة جدا ملفتة للنظر ومن ناحية التمثيل يا سلام التمثيل جدا رائع من كل طاقم العمل الكوري لاحظوا أني قلت العمل الكوري طاقم العمل الكوري الأمريكان اللي جابوهم في النهاية ذلك الزبالين والله ما منهم فائدة ولا أضافوا شي للمسلسل غير أنه سامجين سامجين وتمثيلهم رخيصة على أنه ما سمعنا لأصواتهم سامجين سامجين ولكن نتكلم عن طاقم العمل الكوري كله تمام بيرفكت من طفلة البطل إلى بطل القصة إلى العجوز اللي ما أدري كيف الواحد ممكن يوصفه فيمكن أكثر شخصية عجبتني في المسلسل للمانة شخصية البنت النشالة أنا ما أحفظ اسماء كوريين مرة صعبة اسماه متتشابه يا الله رهيب رهيب أعطاك اللطافة أعطاك الغرابة أعطاك التعاسى أعطاك الحب أعطاك التحول والتطور اللي صار في شخصيته أممي أممي رهيب رهيب على كل حال كده لو بنلخص الموضوع المسلسل بدأ بشكل ممتاز وانتهى بشكل خلنينا نقول كويس إلى حد ما فيه فجوات فيه أشياء ما قنعتني كثير بس ما أثرت على العمل بشكل عام العمل بشكل عام ممتاز وكويس أي نعم استفزني ورفع ضغطي وسبب لي تعاسى قد تستمر إلى مدة أسبوع والله حلمت فيه والله جاني كابوس جاني كابوس في هذا المسلسل ولكن للأمانة ما أقدر أنكر أني ما أستمتعت فيه المسلسل ممتع ويشتحقه نتفلكس عليه تحييه صراحة كقصة جدا ممتازة ومبنية بشكل جميل والشخصيات معظمها تم بناءها بشكل جدا مرضي سواء الشخصيات الرئيسية أو الشخصيات الثانوية وانبسطت مرة كثير أني قدرت أتعرف على معظم قصص وماضي الشخصيات الرئيسية والثانوية اللي أحتاجها يعني تقريبا معظم الشخصيات في المسلسل عرفت عنها ماضيها وعرفت إيش أهدافها وليش تبغى تفوز بهذه اللعبة معظم الشخصيات الرئيسية والثانوية مش الكل ولكن الشخصيات المهم نيتفليكس ما نقدر ننكر صراح أنكم قدمتوا لنا عمل جميل هذه المرة أعطيكم العائف يا جماعة إلى هنا نكونوا صلونا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب لو أعجبكم الفيديو ورح تلاقوا في صندوق الوصف قناتي الخاصة بالألعاب إذا أنتم مهتمين بعالم الألعاب رح تلاقوها في صندوق الوصف تعالوا واشتركوا هناك وتابعوني وخلونا ننبسط مع بعض في أوقات مختلفة كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة